مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم سيد أحمد برعطية عن الهواء مباشرة من فرنسا يوحيكم الصحفي الجزائري الشاب الحر اللاجئ سيد أحمد برعطية كما يسمون البوسبعونيون والدباب القدر مخابرة عبلة المنفيين يشرفني أنني أكون منفي من نظام مخابرات العراية وأنني أكون في الجزائر الجديدة في الفيوهات اللي هما عايشين والشعب كما قلتك ناس عايشة ونسمة طايشة خوتي طلعونا اللايف كابسونا إلا كان ما يطلعش اللايف في التيكتوك لا في اليوتيوب ما رحش ندخل في المواضيع وفي المعلومات معلومات شابه بزاف وحصري دائما كما عودتكم مع سيد أحمد بنعطية ففضلا وليس أمرا كما نحن ندخل في المعلومات ففضلا وليس أمرا تحية تحية الأخوية طلعونا اللايف في التيكتوك سيد أحمد بنعطية وفي اليوتيوب سيد أحمد بنعطية شربوا مزايا كما كنت صغير كنت صغير أحمد أمي ورحم جداتي ورحم جميع الموتى المسلمين فبقوا معنا أمرا أي حكاية نسيتها وهي الفيديو تأشيخ الغوتي يكليش في بابا و بابا راجل خيرا هذا سرق السناسل ويكليش في محياوي هذا الذي يأخذون الجلد في أفينيون في فرنسا ومعا فاني هذاك جباري ملقط هذاك ليه مبوهم وهمته في أحداث خراطة في 1945 وجابوا عائلة وتبناوا في منطقة مديوني ولو هذا الحوثة لا هذا الخماج هم أقولوا يحكموا في وهرن ولو كيت هدر على وهرن يقول لك وهرن محياوي وهرن جباري وهرن بابا لا هذا الخماج هذا الخماج ما عندهم حتى علاقة به وهرن وهرن معروفة بسيط الحسني وبسيط بلال وبلاوي الهواري وهواري بن شمنات وباروضي بخدة وتخلوا للأسماء الناس النظاف الناس النقاية مثل وهرن أما هذا ماميدو وطابيدو وبيتيتو هذو قائع من العربية اللي جاي من معسكر اللي جاي من فرندا اللي جاي من شعارة من ترسل خالية وجاءوا انستالوا في وهرن لأنهم المخابرات الإجرامية تريد أن تتحول يعني ولاية وهرن إلى عاصمة الفسق وعاصمة العهر وعاصمة الدعارة ووهرن خمشتوها يا الخماج فاليوم المواضيع اللي نحن تحدث عليها رح يكون نبدأ برسالة إلى والي وهرن مش والي وهرن فاي وهرن حقار وهرن الطحان ود الحرام ساعد سعيود ورح يكون معنا أيضا ابن الشيخ سلام ياسين سلام اللي هو رجل الخط المظور تبون رح نعطيك كما قلت نعطيك غيب عندي دوسيك حل عليكم ولكن لا ننشره ننشره في قادم الأيام إن شاء الله لأنني لازم ندرسه جيدا وفيه معلومات ما هيش متوفرة لي نحن نحكيه على التاريخ الأسود الناس الناس اللي ما يعرفوش كون هو أحمد بالحاج اللي هو كان البارون المخدرات اللي مالك المنه الليلي مزغنى ولي كان حاكم مولودية وهران اللي كان متزوج بالشابة خرية أكرمكم الله فنحن نعطيكم تاريخ أسود الناس ما تعرفوش الناس مخلوعة كي قولت وهرن واه قولت بابا هذا مجرد ناس خمجوا وهرن ناس يعني مقاضارة حاش أكرمكم الله نحن نعطيكم التاريخ الأسود كيفاش تدرجوا كيفاش كيفاش ولو دي ملياردار ومين جابوا الدراهم وشكون دعمهم في الجزائر الجديدة تعمهم تبون نحن نحن نتحدث أيضا على محياوي اللي كان صيناتر وكان رئيس بفريق مولودية وهران هذه الأسماء أي واحد وهراني حر أي واحد جزائري حر لما يسمع أحمد بابا شهر أحمد بلحاج شهر ببابا وإلا طيب محياوي وإلا يوسف جباري يعمر فهمه أكرمكم الله ويتفل لأنه هذو خماج هذو ملكتين هذو خمجوا وهرن وخمج جزائر لعنة الله عليهم وعلى من ساندهم ودعمهم نحن نتحدث أيضا على يوسف جباري ونحن نتحدث أيضا على قادة الجادي براماني كما قلت لك لقرع المخنز الذي لديه الكخان غازي ونحكي معلومة حصرية لدي فقط نقول لك يا قادة الجادي يومك في الأخير نوجه رسالة لأحد المرتزقة عملاء المخابرات الجزائرية الخاجية الديدية السوري هو عبدو سمصار لراه وخدم حزام عن جبار مهنة وخدم حزام عند العقيد سواعي زرقين الشهير بمعاد لهذه هي تطفي نغمالي أن المخابرة جزائر عراية موطفين العراية كما بزديرة وكما عبدو سمصار فنحن نعطيك شوية عبدو سمصار نعطيك شوية نفكرك كما قال لك المصري قال لك إذا نسيته اللي جارة هاتوا الدفاتر تنقارا وراك هنا في فرنسا عبدو سمصار تقدرين بغيت ترفع دعوة قضائية أرفع دعوة قضائية ما أقوله بأدلة وما سأقوله هو بأدلة والكل يعرف تاريخ الأسود لهذا الشخص الذي رأى سواديزون أنا جميع أن أرى كثير من رفوجي قوليتيك سواديزون معارض نوع من اللاجئ سياسي يكون ضد النظام تاريخ الناس التي هرم منها سواء جزائر أو مصر أو أفغانستان والحبوبة الكحلة لكن اللاجئين تواعنا مالورزمو ويروحوا عند ماماهم فرنسا ولا في إسبانيا ولا في أي دولة أوروبية ولا دولة غربية ويقول لهم أنهم هاربين ومخابرات العبلة ويسجنون 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 ومن بعدها يقلبون الفيستاكيد والكواغط ويخدموا كابرانات عند المخابرات الإرهابية فهذا الأمر مرفوض ومرفوض ولا نسمح به ونقول لك حاجة يا العقيد سواعي زرقين يا معاد يا الكلب يا ابن الكلب اي واحد يخدم معكم انتم على بري بلي عندكم راكم كما ممكن تلموا الدور وأدراوات أغوش باش ديروا دي بورت فارول يمشوا لالحملة اللي راح تديروها على المزور تبون قبيل الانتخابات الرئاسية لحد الآن عندكم فقط هذك من هذك المصورة اللي طرب يقول لها نيفة في باريس والدولة تريفون تاعة ويقول اي 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 هذا كل ما لا يردها على روحه وانا نعرف الناس لا يضربوا يقبشوا ويعضوا يطيحوا ويقولوا كلامه ويقول اي اي كما الساعد بنزيرة لا يرزمون تريفون تاعة لا يوجد اشترك سنعود أن نذكركم ونشبه لكم الفيديو اللي يدي فيه المخبط مع السيادة اللي هو جرد لندن الضعر احد كلاب وابواق المخابرات الديدياسو فنبدأ بالملف الاول وهو ملف سعي التعيون اذا كما تعلم الجميع وكما شاهد الجميع انه يوم الاحد الماضي يعني تمت محاكمة الشيخ الغوتي محمد اللي هو كان احد الائمة عفوا وكان امام خطيب ومتطوع في مسجد الهداية ثم بعد ذلك تنقل الى مسجد علي بنو ابي طالب في الحمري امام خطيب اوه 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 لا امام خطيب اوه 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 وشيخ الغوتي المسكين الامام ليكون اعتبر بحديث كلمة حق في وجه سلطان .. لان الناس ما يقول Erin لانما يفسدوا وهو كان معه البادية النوفمبري ومع باباهم هناك وهوอนإن تفاجح الله رحمه الله وكان حقيقة هذا هذا لا يозможно هذه حقيقة الشيخ الغوتي كان معه فعجاء صالح عليهم وآخر هؤلاء المنافقين الإسلاميين لكن مرة على مرة يضربه كما قلت لك وكان يهاجم المفسدين وكان هناك فيديو في اليوتيوب وفي تيك توك يهاجم فيه بابا ويهاجم فيه محياوي ويهاجم فيه جباري ويهاجم أمبراطور جباري ومحياوي ويهاجم فيه بابا والشيخ اللغوتي يهاجم فيه ولكن لم يسجنوش لأنه كانت مخابرات عبلة ومخابرات الشرطة تستغل مسكين الشيخ اللغوتي لما يكون احتجاجات في الأحياء الشعبية في ولاة وهران كانوا يدوه لكي يدول به طريق ويهاجم لكن هذا المرة كما قلت لك تحفي مول الفول تحفي ود الحرام وهو ود بيع القاز سعيد سعيود مع احترامنا خاوتنا في سكيك أنا هنا أعني فقط هذا الكلب المدعو سعيد سعيود وهو بايع الشرف بنته فإنما تذكر فإنما تنفع المؤمنين لكن هذا سعيود ليس مؤمن هذا كافر وزنديق لكن نذكر وقالوا للمقربين منه وضع المؤمنين فإنما تستطيع المؤمنين وضع المؤمنين ويضع المؤمنين ويقوم بحرام فاكذا يجب أن تسجن من الناس ويضع المؤمنين وننشف لأنك كما تذكر والعين بالعين والسن وبالسن والبادي وأضلم وأنا شخصيا يا سعيد سعيود أضلمتني عندما أخرج من السجن وعندي حسيفة معاك والناس قالوا لي أنك تهجم على السعيود وعندي حسيفة معاك وعندي حسيفة معاك هذا لا يشرف أنه يكون والي ويكون مسؤول تنفيذ الأول في ولاية بحجم ولاية وهران لأنه والي فاشل فاسد مرتزق ونعطيكم خوتي أحرار خصوصا في التيك توك أضعف الإيمان الله يرضى عليكم أضعف الإيمان اليوم أضعف الإيمان سعيد سعيود وعيروه كما أريد أضعف الإيمان أضعف الإيمان نحن نريد أن يكون والي في ولاية وهران لأنه تبقوا نخدعنا قال له هذا تبقوا نخدعكم أي تبقوا نخدع الجزائر وخدع الشعب اللي فوطوا عليه سواديزون اللي كان هو شعب ما فوطش عليه مخابرة القاية صالح ومريداروه لكن لا علينا فنقول لك بعد غد إن شاء الله يوم الأحد سيكون النطق بالحكم في قضية الشيخ محمد الغوتي اللي تمس في حقه الممثل الحق العام ولا ممثل النيابة العامة الظالمة ممثل عدالة التليفون في محكمة العثمانية بمرافال تمس في حقه تطبيق عقوبة 18 شهر سجناً ومدير شؤون الدينية تعوينات وهران الخضر قداري ومعنسي الأحمد بناطية يقلقوا نفسي المنطقة ومعنسي الأحيان ومعنسي الأحيان ومعنسي الأصابة ومعنسي الأحيان التعليمات الذي لم يكن بشيء شخي حيث يومي يكون الشيخ الغوتي ومعنسي الأمراض ومعنسي الأمراض هذه مصيبة قرعازية تعرف في كل بيت وكما رضيت أركو مراضين بالدل يا أئمة العار يا أئمة السي سي بي يا أئمة اللي بتحضروا على المشاكل والآفات والفساد لهناخر المجتمع الجزائري وبالجزائر اللي يراحها في الهاوية تعرفوا تديروا طريقة الغصم من الجنابة وطريقة الغنخرطي الشعب الجزائري مسلم هو يعرف طريقة الغصم من الجنابة ويعرف هذه الأمور أحضروا على الفساد الهصاري في المجتمع الجزائري أحضروا على الفساد المسؤولين هذا الإمام الغوتي ما داروا له دمتاعه أنه در الحقيقة وجزء فقط بسيط من الفساد العالم المتورط فيه والي وهران الطاغية سعيد سعيود اللي قالوا ما تخرش في فيزيتاك دير بحراجة ومية سيارة وتخسروا الدراهم والشعب ما كما قالك شعب ملاقي والشياء كل الشعب الجزائري في وهران اللي عاقبوه المخابرات الإجرامية وبأمر من المعلومة مؤكدة خاوة يوهانا المال يره مقطوع لكم هو عقاب لكم باش إلهكم غير في الممقطوع وإلهكم في كمال غيطارة والمؤثرة شاينة والحبوب الكحلة باش ما تهضروش على الموضوع الرئيسي لأنهم يعلمون علم اليقين أنه اعتقال والسجن شيخ في عمره 70 سنة هو إمام نهى عن المنكر وأمر بالمعروف فهذا سيؤدي إلى التورة وهذا ما يفسر التعزيزات الأمنية الكبيرة يوم محاكمة الشيخ محمد غوتي في محكمة العثمانية مارفال الأحد الماضي سيكون بعد غد الأحد إن شاء الله أن نطق بالحكم على الشيخ الغوتي وأنا لا أستبعد وأتوقع أن يتم إنزال عقوبة ستة أشهر حبس السجن النافيدة ولن يتم العفو عنه وذلك بالضغط من محيط الرئيس سبون ومن محيط سهريه زوج أخته الشيخ سلام لهو الصديق الحميم والذي يشترك في قضايا الفساد العارم لنهبو وهران لهو الشيخ سلام اللي كان مدير حملة المزور تبون في ويرة وهران اللي رهو رهو يخدم مع سعيود وداروا دغوطات على النائب العام لمجلس قضاء وهران الذي بدوره أعطى تعليمات للقاضي المشرف على قضية الشيخ محمد الغوتي بشي سجنوه وهذا لهدف تخويف كل من يجرأ كل إمام كل رأي جمعية كل واحد عنده تأثير في المجتمع الجزائري ممنوع أنه يخرج ويصدح بكلمة الحق في وجه النظام فاسد في وجه نظام مخابراتي فاسد فلكن نقولكم ديروا رأيكم لكن عندما ينطفد عليكم الشعب الشعب الجعان مبردع هذا اللي راهي يقولكم تحية عمي تبون انهالي يضربه السلك غاية كما قال لك ويحيا لعنه الله الموسي يوصل للأعظم راح ينتقضع لكم وستكون نهايتكم مأساوية وإحنا لنا في الخارج ديروا روبرتاجات وتسميونا إرهابيين وتسميونا خواناء أنتم هم الخواناء أنتم هم الذين يبيعون الغاز الجزائري بأضعف الأتمان ليتنعم الأوروبيون بشتاء دافع بينما الشعب الجزائري الفقير في المداشر في المشرية وفي فرندة وفي المسيلة وفي كل الهضاب العليا يموتوا بالبرد والحطب لا يصحبوا لتسخنوا هذه هي يا بوصبع لزرق هذه هي يا تبون اللي رايح تخلوا فرنسا تسخن الأحطب نحن هنا في فرنسا وما نش نتسخن الأحطب والشعب الأوروبي ماش يتسخن الأحطب اللي راه مرمد هو الشعب الجزائري الفقير اللي حشهالوا تبون وحشهالوا هذا النظام المجرم فيقوا مع رواحكم فيقوا مع رواحكم ونوضوا ضد هذا النظام ضد هذا النظام يولد حرام ف أنا خوتي حمروة إلا فيكم واحد راجل والوهارنا إلا فيكم راجل وعلى بالي بالي وهران فيها الرجال باش من من عموش فيها الدنجان وفيها الرجال فيها الناس شرافاء وهران روحوا انتافضوا يوم الأحد أمام محكمة العثمانية ضد اعتقال والسجن الشيخ محمد الغوتي هالإنسان اللي رأوا فيه أمراض وأمه في عمرها تسعين سنة ومسكينة قاعدة تنشد فيه مزور تبون لمحال يسمع لك يا أمه لأنه تبون خباطشي سكارجي ما هوش لاهي بالشعب الجزائري تبون رأوا يهمه أنه ينهب ملاير الدولارات ويهربها بأسماء ابنه محمد وابنه خالد وزوجته الزهراء تبون ما لا بالوش بكم يا الشعب الجزائري تبون يبحث عن عهدة رئاسية تانية ليحمي نفسه لأنه مزبلها والدها وإذا لم ينال عهدة تانية تبون سيكون مصيره مثل مصير السعيد بوتفليقة وهو السجن الحراش أو السجن العسكري في البوليدة سمعتوني خوتي ونقول لك يا سعيد سعيود ابتداء من اليوم سأشن عليك حملة لتعريتك وفتحك أمام الشعب الجزائري الحر وأيضا البوصب على ظنك يا سعيود يا فاسد أخلاقيا كيف يعقل أن والي يدعي أنه خريج المدرسة العليا للإدارة وعنده شهادة عليا ويقولهم أنا كنت من المتفوقين أنه يذهب إلى إقامة الدولة بسنتجان ليمارس الزينة على عاملة النظافة وعندما فضحوا سيد أحمد بنعطية وهو الشيكون كي سعيود رحت وقفت إحدى عاملة النظافة وهو إحدى إطارات بلدة وهران واتهمتوه أنه هو يسرب للمعلومات لن تعرف من هو الذي يسرب للمعلومات لسيد أحمد بنعطية في الضربة فروحك يا سعيود لا يسرب للمعلومات الجنون رامي سربوا للمعلومات ناس من إقامة الباهية الذي يخدمه عندك سربوا لي المعلومات ناس من الله فهم يتوقع سربوا لي المعلومات وسربوا لي وما زال يزيدون سربوا لي سمعتوني يا خاوتي فشيخ غاوتي لن يتم الإفراج عنه وهذه لأن جماعة سعيود وجماعة الرئاسة فهموها أنها أنها كونتر خطة كما يقولون هما كونتر خطة من المخابرات لحرضت الشيخ الغاوتي أنه يتهجم على سعيود هذه هي حقيقة أم غير حقيقة أنا ما عنديش معطاية مئة بالمئة بش نقول لكم باللي مخابرات تعوهران استداءات الشيخ الغاوتي وطالبت منه أنه يتهجم على سهر تبون غير شرعي سعيد سعيود لإضعاف والتشويش على الرئاسيات هذه خمسين بالمئة نعم وخمسين بالمئة لا نتأكد مئة بالمئة لكي لا نضلمش الشيخ الغاوتي المهم إن شاء الله رب يكون معه وربي يكون مع زوجته ومع أمه وربي ينتقم من كل ظالم ونقول لك يا سعيود ونعاود لك للألف مرة حقار الرجال يموت الدليل ونوجد رسالة إلى البروتوكول الشكام تأوالي وهران المدعو طارق لبونواذر اللي يسكن في الكرمة اللي كنت شئيت لي كنت ترتعد لما تشوفني في خراجات زعلان وفي خراجات عبدالقادر جلاوي ومجموعة وكل الأولات المتعاقبين على ويت وهران نقول لك يا طارق أنت مجرد نكرة أنت لا تسوى أنت ما تسوى ولو في صغر الرجال سمعتني يا طارق تأوالي لأنني رأيت فيديو في تيك توك وعرضت أنك مجرد أن ترخيص لا تسوى هذه المرامزة التي تلاقعت الطاغية على وهران سعيود في سوق لاباستي وطلبت منك أن تصورها وحشيتها لها وبينت لها بل صورتها ومتعا ما لها لم تصورتها لكي أميك ديالها كما هكي وفي الحرام فطارق انتظر مني أنت وأمين بالعمارة وفي المعلمة وهذا كل ما لابس مجرد 106 غوز وفي المرامزة وفي المرامزة يوجد جبهة التحرير الوطني فأنت أريد أن أخريبكم وأنت أمين بالعمارة هذه المرامزة التي تسعيود التي تجعلها بإبتزاز لمطاعم والفنادق في ورية وهران وتحارف الفساد وتحارف الخماج في المطاعم والناس التي لا تحترموها للنظافة وأنت تجعلها بإبتزاز لذلك الناس لكي يعطيك الرشوة وليس يعطيك الرشوة الشهر به في الصفحة الرسمية للجنة الصحة والنظافة في بلدية وهران فكما قال لك الهامل الذي لا يفك أسره ويفك السجنه الذي يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيف فأنت يا أمين بالعمارة لا يوجد أن نظيف أنت مجرد شكام عند والي وهران الطاقية سعيد سعيود ولكن تحس في مول الفول الذي هو علي خالد المسير فندق الروايال في وهران الذي يملكه رجل النهب المال العام بارون الأسلحة المدعو فكروني عن الروايال كيف تسموه جلالي مهري هذا كفاني أحد الأباطرة الظالمين لجل النهب المال العام لنهبوا أموال الشعب الجزائري حبي دخلك الحبس وسلكت منها بالشعر من العجين والذي سلكك هو طاغي يا سعيد سعيود فضحايا سعيد سعيود كثيرين من بينهم الشاب حسين سليمان ساحب فيديو الهز قشك وطبق كان راشد دور كان الشيخ الغوتي كان الطولي دع سيد الهوال اللي ضربه سعيود ودخلها الحبس والقائمة طويلة وكان مستثمر راه مقيم على المقضانية إما في فرنسا أو في فرنسا أو في إسبانيا إلا راه اسمافية اللي عنده مشروع لمول تاع الأسماك والمحار في منطقة المحبن في ولاية وهران اللي كان ديقرض وفشله وفلسه سعيود وغلق له هذا المشروع لماذا؟ لكي يشتري ود الشيخ سلام اللي هو الزوج أخت ثبون المزور اللي كان مدير الحملة الانتخابية في غمراسن في وهران وأنت تعلم تعرفوني جيدا يا الحاج سلام أنني لما كنت في وهران وكنت شيكور فما بالك أنا اليوم كلاجئ سياسي في فرنسا ومحمي دوليا فدير عشرة وقرصية يعني العربية المشرية يعني العربية التي تتحكم في الجزائر وتنهب في أموال الجزائر يالبيدوان يالحمرة يالبعرة ونتأخذ لك ياسين لشراء فيلا في منطقة كوربي 11 يلطون وأهران بـ 17 مليار سنتيم بأموال الهملة الانتخابية التي كان مشرف عليها عندما كان مدير الحملة المزور في باريس ياسين ابن الحاج سلام سنجبدلك مصارينك في قادم الأيام ودير عشرة وقرص كان هناك واحدة المشعود يستعين به سعيد سعيود وظلمه كان وحده أنا ما نبغيهاش وهي شياتها وكتلت في كل الصحون اللي هي الكوميدية كريمة بن زيان المدعوة مسعودة لكن إنسان يقول كلمة الحق أنا ما نبغيهاش وكانت ضدي وقد تخلط لي لما كنت في وهران لكن كلمة الحق وقال أنه سعيود ظلمها وآراد سجنها لو لا قدر لو لا يعني ربي يلطف اللي كانت سبب وراء هذه الحديثة بين سعيود والممثلة كريمة بن زيان المشهورة بمسعودة في سلسلة مسعود ومسعودة هي شخص يدعى قاضي محمد مشعود يجيب السحور من عند الطلبة تسعيدة وذلك لحافظ سعيود على منصبه في ولاية وهران لكن نقول لك يا سعيود لا يفلح السحر حيث أتى لما يحين الأوان ويريد الله سبحانه وتعالى أن يسقطك ستسقط وسيكون سقطك رهيباً مثلما سقط الهامل ومثلما سقط بوتفليقة ومثلما سقط كل الظالمين في هذه الدنيا ومثلما ستدفع في الحياة الدنيا ستدفع الثمن ضاهلاً في الحياة الدنيا هذا الشخص يسمى قاضي محمد المدعو حما وهو وطفه حقاً سعيد سعيود كإطار في الوبيجيتا سعيدة ويروح ما يخدمش بالراكدة ويخدم لزافير ويجيبهم السعيود نشرط لكم سبيلتها في اليوتيوب ونشرط لكم في تيك توك وأيضاً نشرها لكم في الفيسبوك هذه هي وقال لي يا سعيود ما هي العلاقة التي تجمعك عفواً بوزيرة العهر هذه المسندرة هذه الفرس النهر هذه القائمة تشبه واحدة جارتنا تسكن معنا في وهرن في كافينيا وسموها خالتي زوري وزيرة الثقافة ألا لا ترحيش تسجمي سنك لماذا لا تقوم بس ماء بأموال المهرجانات وأموال وزارة الثقافة التي تنهب فيها لماذا لا تقوم بها يا سوريا مولوجي يا 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 أموال المهرجانات التي تنهب فيها التي تنهب فيها أموال المهرجانات التي تنهب فيها تنهب فيها سعيود مع أنها مرت رجل لماذا يدخلها وتوسطها مع تببون وزارة الثقافة هي السهر المدعوة الشيخ أنا سأخبرك يا سوريا في حالة سأخبرك ونشارك النشر حين أن نعطي مرحبا المخماج تنهب كم شئ لديه الضباب لديه كبس ونرغ احرق لنجد أموال المخماج أفضل أخوتم أنا أخوة ويندى كانت أشق في ساميرا مديرة البيئة وتعويه ورموها وما لن نرى سنطلقنا أخذتها و أخذتها المعسكر و أخذتها المعسكر و أخذتها عندما أنت لا تتحسن سعيوت و تقال لك أن ترك شيء باني أبقي لك كما تقرأ في القبر و تقرأ في العالم و تقال لك أن تذهب و تقرأ زينة و تقرأ المسرجال لأن الله عليك أن أنت ولي فيو خماج و تقول لهم أين يأتي رابورتاج بقناوات صحافة بودورو و لا أعلم شيئا و لا أعلم شيئا و نتفرج الخماجة و سيافة و القناوات الأوروبية و نتفرج قناوات بودورو في الجزائر و لا يحضروا للمشاكل على الشعب الجزائري يكذبوا و يبلعطوا يقول لهم أنا كنت من المتفوقين يقول لهم أنت من المتفوقين أنت تكون حمارة سعيوت عندما تقرأ في حمار من القرية التي تحكمني كما بين جيجل و سكيكدانس و تقرأ في القلم و تقرأ في القلم و تقرأ لك و تقرأ لك لك و تقرأ لك لك و لا أعلم شيء من الملتك الحلف و تنهى بالدراهم و ترسلهم الدراكي و ترسلهم الدراكي جدار ميلي هو رجل والأخي الذي يسكن في قسنطينا و تقرأ له حانوت و تقرأ لهم في جسور المعلقة في مدينة علي منجلي هل تريد أن نضع لك الأدرس؟ قل لي يا سعيوت من قرأت بالدراهم؟ و هو يحتوي على غاز و هو زنجري و هو طلاب و لا يمتلك من الجيد من أخذ الفقارة و أنا أيضا عبد الفقير لا أريد أن أقول لكم أنني ملتك بورجوة أو أنني و ليس قل لي و ليس قل لي و ليس قل لي و بالصح من قرأت الدراهم لأركي فيا في إليقونت و سجلتها بهذا المنطقة و اسم الفاميلة حتى يقرأه في سطبانيا و لن يخبروا لك و ستصبح مخابرة عبلا و مخابرة جبار جبارة مهنة رام دليل لكل نشرة في الدشرة ها؟ جبارة مهنة بسل الملف تعاسى خلينا ننبول عليه ما عليش مهم قدوا جناح الرئاسة يضروا في جناح تبون يضروا في جناح بحبوبة قدوا متقاتلين لما تقاتلوا بعضاكم تضربوا ستضعفون وعندما تضعفون فهذا انتصار للشعب الجزائري لأن عندما تضعفون ستسقطون وسينال الشعب الجزائري حرية ويكون نظام يحقق الكرامة للشعب الجزائري نظام لا يجعلون يهربوا ويحرقوا في البطيات ويموتوا ويتمردوا في قرارة أوروبية ما قالك غريس تيكار ينحو الضباب الإلكتروني أخوة العزيزة أنا المسير الوحيد والأوحد لقناتي في اليوتيوب فيسبوك وتيك توك لا ننحو الضباب الإلكتروني أكو شفتوا محمد عبد الله محمد بن حليم ما فكر الله أسرهما كانوا دائرين صفحاتهم لأذمين ظهروا عملاء لدى مخابرات عبلا تحية الحراك أكيد تورا قادمة لمحالة مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية هذا الشعار الذي يوجعهم والذي أعطيت لي أحد من 10 يوم وقبالي مجموعة دي 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 سو كما يقولوني من المراكز كما يتخوفني هناك أبوك 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 سرطان الجزائر أكلت الجزائر أكلت الجزائر فقبل أن يرحل الموضوع نبقى في الموضوع المستثمر في فرنسا أو إسبانيا لم يكن متأكد كان لديه المشروع المحال في منطقة المحقن فالسهلة هذا الرخيص سعيود وعطى المشروع هذا إلى الحاج السلام سهر تبون بشير دالي ورغم أتورط معهم مدير الصيل البحري في وليت وهران المدعوب المهدي إلياس ورغم أهل حاج السلام من منطقة الغازوات في وليتي الإمسان وطرد سعيود مدير السيد البحري المدعو الهواري لأنه لم يريد أن يستطيع إستواله على مشروع هذا المستثمر ويقول لك أروح للبلاد وخدم أروح للبلاد لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع ومعهم لا تستطيع لا تستطيع لماذا؟ لأنه في الجزائر تعمهم تبون اللي يعطيها العماء ما كاش عدالة مستقلة للأسف الشديد ولله داخل أيضا نتمنى يا مخابرات القواطة يا مخابرات العلاية تحلوا تحقيقات في الفساد الرهيب في الثروة الضخمة التي كونها والي وهران الطاغية منذ مجيئه على جهاز التنفيذي في ولاية وهران منذ أوت 2021 إلى يومنا هذا متورطين معاه سلام واللي راه الشيخ سهر تبون لعنده وكالة عطارية في منطقة ميلينيون ليفتتحها بأموال الحملة الانتخابية أو الهملة في منطقة ميلينيون في بيرجير وعنده قاموا بتشييد وبناء 12 إقامة سكانية فاخرة من بينها ربعة في منطقة بيرباطع شنطابق مع أن القانون يمنع ذلك لكن سعيود خرق القانون والسنيال لهم وفيها أموال مشبوهة التبييد الأموال الكوكايين والمخدرات والضعارة يعني أموال التي نبنى بها سهر تبون هذه الإقامات بتواطئ سعيود بأموال مشكوك في مصدرها ليست أموال حلال ما نبدأ لكم هذا لكي لا نحضروا لكي لا نحضروا على سيادهم ما نحضروا ما نحضروا ما نحضروا ما نحضروا سيادهم الإقامات التي نبنيها سهر تبون مع سعيود في وهران قلت لكم إقامات ب 14-14 ربعة في فيرنونفيل ثلاثة في ميلينيوم حداب الشيخي ثلاثة في بلقايد وإقامتين مجهزتين بأفخم شقق سكانية بالقرب من مستشفى بوخروفة عبد القادر مستشفى الأطفال في كارناستيل في وهران ورهم دين قروض بنكية بآلاف المليارات بينما الشعب الجزائري الذي يتخبط ناس رامي غرقوا في منطقة بجايا وفي منطقة ولاية جيجل بناو تبون لها يقول لك نحن بننا السكانات المجانية فضيحة رأيت قبل فيديو في التيك توك فضيحة نندبه كما نقول لك أين هو مكتب الدراسيات؟ كيف يعقل أنه كتبنوا باطيمات في واد في جيجل وتريسكوا بحياة الناس ما عندكم ضمير ما تخافوش ربي تنهبوا وتديروا مشاريع مخشوشة مع الصينيين ومع الأتراك وتهربوا أموال الشعب للخارج وتزيدوا تديروا الشعب فهذا يسكن في هذه الباطيمات تضعوه في خطر أين هو ضميركم يا شميات؟ هذه هي فلرهم يسيروا هذه الإقامات هو تبون محمود هو شقيق تبون وياسين سلام هو ابن الحاش سلام أو الشيخ سلام اللي كان مدير حملة تبون وهو رجل خد تبون في ولاية وهران أما ويسام تبون ويسام تبون أنا عندي تصويرتك عندي بزاف عليك سوالح سنخليهم لك في اللايف القادم إن شاء الله سنتخصص لك حلقة والفساد الرهيب وعلاقتك بخال تبون ومحمد تبون الابن الأصغر لمزور المرادية غارجامان العسكر دمية الجنرالات لفضحتونا كان عندنا رئيس معوق في شريطة الآن أصبح لدينا رئيس يعجز عن أداء الصلاة لدينا كرسي ومجمع فيه وهو كذلك غارجوز لحده هذلك الديناسور رئيس مجلس الغمى المدعو صالح جوجيل هذلك 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 الآخر مغنية الملاهي ومغنية الخماج الشابة خريقة أو الشابة في النزويكة لمجهلها رسالة أنت خائرة كلبة و أنت لغالب كما قال لك دايدة أو تشرمن بوك لأنه بوك نكتبها كان عندك عمك مؤدن في منطقة ويلة وهران بنت صابر بن زويكا و جبار العالية التي تنحذر من منطقة سيك واحتى حياتنا سكان سيك و قريباً سنضع لك لفوق وتوعك تتوسلي فيها يا الطلابة التي هوت وعايرتنا عند عبلة إرهابية نعلم أن نتبه عبلة إرهابية وحفونا منها سمعتي؟ لأنني كنت كتك الشر في باريس و لم أقضيت لها لأنني لم أقضي معي أمليح تكون لك في الدحكة على الرجالة و لا تدحك على الميوس التأسيدي و لا تدحك على الميوس التأسيدي و لا تدحك على الميوس التأسيدي فشابة خرياء أصلا من قبيلة سوانمية في منطقة طفراوي و كانوا يسكنوا في منطقة سيك و أبوها شرطي و عمها كانوا يمؤدون في مسجد الشيخ الزوبير بساتطوان بولاة وهران و أخوها عندها أخوها فوايو و راح في الحبس وهو الماحي الذي يأخذ من الحرقة و تزوجت بهذاك أحمد بالحاج الشهير بابا الناس يرى مخلوعين في بابا و يقولك بابا 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 و يبرحوا عليه المغنيين الملاهي وهذه في خطر بابا بابا لا يخلعني و يقولك يا رسالة يا بابا أنت وأبنائك خصوصا هذا والدك الذي يبيع كوكاين زاكي قال لي أنا لا أعرف أي مكان وأخوصه هل سمعتني؟ ولكن لن أعطيك الزغناليس لن أضرب أليس ولكن لن أضرب أليس لن أضرب أليس لن أضرب أليس كما قلت لك سمعتني؟ فبابا قالوا لي ماذا كان يفعل؟ بابا بكري قبل أن يتزوج بشابة خريعة أكرم لكم الله كان يعمل خدمة تعفوهات كان الناس الذين يعرفوه في الدرب هو أصلهم الدرب كابر في الدرب حي الشعبي وتحياتنا لكل سكان وهران وكل سكان حي الدرب الشعبي فكان يسرق السناسل وكان يخطف ويجريسي النساء في لاغو الخميستي في التهويلة على الدرب ولاغو الويخيليب وبعد ذلك تعرف بالعاهرة شابة خريعة التي كانت تضربوها والتي كانت تضربة وكانت تضربة بنت في الحرام والتي كانت تضربة بني في بلجيكا هذه هي بنت شابة خريعة التي تضربتها في الحرام ومحترامي لكل أمهات العزيبات لكن الأمهات العزيبات الذين يتحملون مسؤولية أقرائيه ويربوا أولادهم وحتى يقولوا أن يقرقهم لكن هذه الشابة خريعة لا تسوى وربي يخلص فيها ونقول لك لذلك الذي يسمى المنزل تحذي في العاصفة ونزرع ربي يخلص فيك يا شابة خيرعة لماذا؟ لأنني أولا قدرتها أنك رحتي ذنيتي ومحبتي بنتك اللولة في الحرام ولم تحملت المسؤولية وحبتت لحمة حمرة أمام مستوصف وعيدة سيغ في ولاية معسكر الدعوة الزوجة اللي ربي يخلص فيك ورحتي سحرتي بنتك نهاد رحمه الله لماذا؟ لأنك كنت متكبرة ومتغطرسة ولم أرضيتش أنك بنتك يخطبها بأولد المهدي تيايا اللي كان يتاجر بالكوكايين اللي هو حمودة للمجاهله تحية وما عندي احتم مشكلة معه ورحمه متواجد في فرنسا ونقول لك يا حمودة لك تبع في لايفسيد أحمد بناطية لذلك السحر هي الشابة خيرة وراحت عن طالبي هودي في منطقة مارافال ودرت السحر لبنتك نهاد في قبر منسي وكل يوم كنت تقرأ عليه يعني تعويذات وهو ما تسبب لابنتك نهاد في انهيار عصبي وأدى بها في نهاية المطاف لانتحار أنت تتحملين مسؤولية بنتك التي قصتها أمام المستشفى وبنتك التي قمت بتسحرها لكي تفرقيها مع الخاطنة وتنتحرت لا تتعلم بها لا تتعلم بها لا تتعلم بها سمعتني أما أنت يا بابا وكانت تسحر ببابا بابا قمت بتسحرها سوف يتحرك سوف يتدهشر بسحر ومجدتهم لها مرتفة لولا فوزية لأنه بابا ما تزوج زوجة مرتفة لولا فوزية الذي لديه ولده كبير الذي قد يهددني وقضيت له ورسل لي أحد يزوج حرق قال لي أنني أنتو لك وشرح وعطيت لك في النميرو وقضيت لها لابنة قال لي لقد أعطت لك وقد أعطت لك وقد أعطت لك تظهر يا بابا أنت أولدك الذي يبيع الكوكاين زكريا وهذاك أموني والخوردة لديك أبنائك لبنائك نقولها لكي نكون صريح أنا روحي ونشهد أبناء بابا من الزوجة الأولى والزوجة الثانية لكن ابنتك من المرتك الأولى أنا لم أتقدر عليها وليا وبناتك من الشاب بخرية يعني مربين الناس الذين يعرفوهم قالوا لي بللي ابنات شاب بخرية متخلقت ومتربيت على أمهم وعلى أبوهم أما أولدك كلهم ضيوهات كلهم يخدموا الحرقة وكلهم يخدموا زطلة ويخدموا الكوكاين فيا بابا بالحاج الشيرات القاصيرات اللي كنت تجيبهم المزغنة وتمارس عليهم الجنس الجماعي وخسرت حمل الهضرة لقيتها مرتك حقيقة أنت إنسان ظالم وكما كنت تفعل في بلات الناس وتستخزر فيهم وتعجبهم المينوت وتعجبهم السادومي وتعجب في بلات الناس وكاين بنات رفلتهم الكرش ولا تستعرف بهم بالأطفال تصدقني إذا سيقولها أو ما يقولها ستدفع الثمن ضاهدا في الدنيا وفي الآخرة لأن دعوة الولية وعرة وكما تصر في بلات الناس ربي أنت قم منك ويجيب لك ما يفعل في بلاتك وفي بنات بلات بناتك تستخزر سبع جدود هذه هي نقولها لك بلاتك وربي يضغل لك ليس لا يقاف tro هناك أمراض ومزارك تلافظ إلى المستشعر لأن المستشعر لأرجوة لمستشعر للميا مستشعر ويسابة الخرية لا يسرح لابدت كلها وخطأ شعر للميا مرث أخبرت جمال غرمون أو غرمون خيران لم يترك و الناس الذين يقولون أن خيران مظلومة لا يوجد مظلومة خيران قد أخبرتني شخصياً و أخبرتني مبلاق كبير من الأموال خيران الصعبة خيران تذهب إلى شخص يأتي في البلاطو و أخبرت دراهم و أخبرت الشاك بدون رصيد خيران ينطرق عباد الله بالزال في وهران و عندها قضايا في العدالة لكن بما أنها دخلت و تلاقات مع الضباط في أمن الجيش في ميناء مستغانم و قدرت معهم اتفاق و خلاوها تدخل و سيسقطون عنها كل الملاحقات القضائية و هم يتضمنون أنها ضربة لنا نحن الأحرار نحن لم يشرفناش واحدة عاهرة كما الشاب أخيرا تكون معنا قلما قال لك بويا من تملقوا حدا قالت هنت من خنزك و هي الخاسرة لأنها تحترد اللزوء و سوف تكون هذه الشرقة في وهران سوف تأكل على أولها هذا المنطفخ الأمموني سوف يقوم بإمكانها و يقول لي أن هذه الخطرة سوف نتلعها معا معا سوف نتلعها بشيء الساروخ و سوف نأتي إلى فرنسا و نكمل عليك الخطرة سوف تحكي منك بل خلطت بششه و ضربة لنذكر و استخدارها معا 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 بانك سوف نتلعها سوف نقوم بإرسال الواجهة بخبيئ سوف نعطي بشكل كثير من الأول سوف نقوم بشكل كثير من نشرة و إتشارك و إبوك و أمك إذا أمك حسومت لن تشعر و غاصل وجهه سوف تشعر لي لا تشعر سمعتني لا تخلقي شاب بخاريا دارت الباطل في حياتها وهي حصري لديها زوج عروك في قلبها مبوشي وكانت تخضع لجراحة في مستشفى باريس في شهر مارس وعندها القواطخ ومدمية كوكاين شاب بخاريا كان الفنانين وكان الناس تبكيهم تشكيلهم لا تستطيع التأكل في فرنسا لا تستطيع التأكل في فرنسا كان لديك ثلاثة عالية وكانت تأكل للناس ويقولهم أنهم أعطوني لا تستطيع التأكل لن أعاونك لوجه الله وكانت تأكل لكي تسطري لأنك مدمنة كوكاين وابا مدمن كوكاين وعلمك أن تسني في الكوكاين والدك ربيبك الزاكي أكبر مروج الكوكاين ونوجه رسالة إلى مخابرات الجزائرية الإرهابية إيلان فيكم ريحة الرجولة حلوا التحقيق فالطرافيق تعالى دروغ وتعالى الكوكاين اللي راهوا في وكر الفسق والدعارة اللي هو مزغنة في منطقة عين الترك المشرف على استيراد الكوكاين وكل ممنوعات من إسبانيا وإدخالها عبر روتورت الحرقة إلى عين الترك وتوزيعها في الملاهي الليلية والمركز الرئيسي هو مزغنة هو زاكي أحمد بلحاج الابن الأكبر من زوجته الأولى وابنه حوسين وواليد حوسين المدعو السمينة لما تورط أيضا مع بارونة الحرقة ومعهم هذا البهلول هذا المنطفخ الذي يمحى تصويرها من تيك توك على بانه بليسي الحمد بنقطية خرف ف يخدمون الحرقة عندها الصح خردي بونوار الذي عبسك ودعلك فيلا 3 ملايين ونصف خردي بونوار خردي بونوار وشكامتها عبلا وانتي فاني ما تسويش وانتي محلو العديد أو Mathur والان تبصد الوغار وانتي نحن ابتدوه بعدين وانتي محلو وقوموا على حول الضيو وانتي محلو وانت شروف أمراض وانتي محلو أبلد تفتياس وانتي محلو واني ناكد ، بانك وانتققى وانتققى ، يمكن أن يشرب وانتققى وانتققى وانتقل وانتققى وانتققى محلو و تمرض في الناس و ترحش في الناس بالكوكاين و بالحبوب الكحلاء و مخابرة عبلة تشجع في الرديلة و الضباط الذين تابعين الأمن الداخلي في وهران كلهم يدعون بيتهم من بابا و من أمثال بابا لكي يسكتون عليهم و كيف تحمي نفسك يا بابا نتوالدك هذا الزاكير الذي يتزوجه هذا الياماز مع واحدة اسمها شاهي ناز باللالة ابنة الكولونال باللالة لكي يحميك هل تعلم ابنة الكولونال أنه ابنك الأكبر زكي يجلب طفل في الحرام مع شامي الشلفاوية و ابنك الحافية تسمى يوسف هل لا تخاف ربي أن تتعرف بولدك أقول لك أنت فاسد أنك خسرت بنات الناس و لا تريد أن تتحمل مسؤولية تلك و تمرت كل يوم لديك الفضايح و تطيع عليك في الموبيلار و تسيبك هناك شيء بتك ستغير و تتبع الحسناوات الله يحفظ يسر فرسالتي إلى مخابرات عبلة الذي يشرف و يمول بابا و أبنائه بالكوكايين هو كمال لا سورسي لا المدعو بالمداني قليطي المدعو إسكوبار وهو هارة في فرنسا و نقول لك أنا لا لدي مشكلة معك لكن بما أنك تتعامل مع بابا و أولاده فهنا كل شيء و أي واحد عنده علاقة خصوصا ضباط شرطة تعبوا صفر و تعيون ترك لكو تخدموا مع بابا و تحموا في بابا و سوف يسترونق العهلكم فهنا يجبوا كل الممنوعات و يروجوها في الملح الليلي و يبيضوا في الأموال و يرهجوا في أبنات الشعر الجزائري هذه زرية على المرة زرية على خمجة وهران فنطلب منكم أيضا هاشتاغ تنشروا صورة بابا و تقولوا تنشروا الملح الليلي مزغنة في التيك توك و تطالبوا بمحاربة الفساد و المفسدين قال أستيد أحمد و دحونتي تحياتي أخي العزيز رو قطشتوني يا الرب العالم و الأخت هذي شامي اللي عندها طفل غير شرعي مع زاكي ويلد بابا إلا كي تسرعي في أختي قلميني و أعطني التفاصيل إلا تقدري لأنه راح مفتح مع وحدة الجرواز يفتح جنابها إن شاء الله هو أبوه هذه هي نروح وكملنا اليوم مع الحلقة الأولى من فساد بابا ما زال لا هذا غير كما قال لك النشرة في الدشرة هذه غير بادية ما زال القدام الآن نروح إلى مفسد فاسد كبير خامج من خماج وهران سرطان من السرطانات الخبيثة لنهج نشرة ولاية وهران وهو يوسف جباري يوسف جباري لمن لا يعرفه هو صاحب قناة الباهية تيفي و المالك لكودورون و صدا وهران و الملها الليلي الجوهرة هي حكمة وبتو أمل أبناء يوسف جباري غالبيتهم فروخة مرتزقة في ضيوهات أولهم المدعو ريدا نقول لك ريدا كان صحفي في وهران لا نقول اسمه مراسل ليس صحفي يوسف جباري غالبيتهم يوسف جباري يوسف جباري أما البنت الكبيرة التي شربت منه الفاساد والعهر هي غوين البايرة تعمريام جباري وهو حاكم مقانات الباهية و جريدة صدا وهران معاها معمر واحد الصحفي رئيس تحرير واحد الشكام سموه معمر فهو يقول لي اسمه الكامل لماذا يدير كاميرا كاشي في رمضان هذو قد أخذت معهم أنا كنت في صدا وهران لكوذور فهو هذه مريم جباري يخبر فيه واحد قال لي كانت عند علاقة شادة مع محامية قطيحة فيها لأن مريم جباري أنا عندي الجوجمه معها خطرة جاية نوريها لكم لأنها كتبت مع قارب اسمي و أنا لم أدرته ضد رئيس منتخف بلدة بيرجير وبسببها طعوني الحبس طعوني شهرين حبس وغارة ممالية هذا البايرا بجباري الذي كانت تحقل في الصحفيين على قناة الباهية وتقدمهم بلالا سيرون وتقدمهم مساكين أعطيهم مليون في الشهر وكان يجوا عندي صحفيات يقدموا نشرة الأخبار في قناة الباهية تيفي وكانوا يجوا عندي للسيور وطلبوا مني أن ينهضلهم مع مدير الخدمات الجامعية لتجعلهم يرقضوا في الإقامات تأسسيس في ويات واهران هل رأيت المستوى على صحفة بودورو؟ تقدموا النشرة يخلصوا مليون في الشهر ومشهم سوريين وديكراريين ويرقضوا مع طلبة في إقامة البنات هذا هو مستوى الصحفيين الذين يعملوا عن مريم جباري بالتضاعج ويوسف جباري أبوها عندما دامتوا هنا في فرنسا تشاري لها سالون دو كوافير بأمليون أورو يوسف جباري هو أحد المجرمين وعملاء الدولة العميقة وسيتم تكلفه في قادم الأيام بمهمة قدرة من جباري مهنة وجمع الجباري مهنة مموح أكلي وتعلى سيندا وتعلى بوريفاج ناس أنا نقل عليها جيدا نهاري طاحت مولودية وهران سنة 2008 وصلاة أعمال الشغب والتكسير الذي كان حرد ودبر سقوط المدوي للفريق العاريق هو المسيو فريق مولودية وهران هو يوسف جباري والذي أعطاه الأوامر هم ضباط مدير المخابرات الجزائرية أنا داك المجرم الدماوي محمد مدين مدعو توفيق وباشي طيحوا مولودية وهران وديروا فتنة وشغب قبيل الانتخابات الرئاسية للعهد الرئاسية الثالثة للضرب شنحة متفليق ونفس السيناريو سيتكرر معك يا تبون سيكلف جباري مهنة وكلاب الدولة العميقة للجراءة وحمد لباشي ديروا للك الفوضى قبيل الانتخابات الرئاسية في وهران هذا يوسف جباري هو مجرم وعامل لدى الدولة العميقة وهو لقيت هو والديه ماتوا في أحداث قال مو خراطة في أسنة 1945 فتبنته عائلة من منطقة مديوني وجابوه وما اسموه جباري جباري هو اسم العائلة التي تبنته وهو يعني من أقدر وأفسد المفسدين وراه مستوليق على العقالة وهران راه مستوليق على العقالة وهران وما كاش يحاسبه لأنه عامل للدولة العميقة وهو عامل للمخابرات الإجرامية الإرهابية فباش تعرفوا أخوتي مولودية وهران اللي تسلطوا عليها الكلام مثل بابا ومثل محياوي جباري لم تفز بأي لقب منذ سنة 1998 وليتوا رجالي يا بابا ومحياوي ويجباري ويا 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 بفضل مولودية وهران اللي انهبتوها وكسرتوا في مولودية وهران وكسرتوا كل شيء جميل في مولودية وهران ودعمتوا الضعارة ودعمتوا الزينة ودعمتوا الكاشيات والكوكايين وغرقتوا وهران بالملاهي وببؤر الفساد والإفساد فنروحوا إلى شخص ثالث اللي يكرهوه ولات السكان ولات وهران وكان كلاشاه الشيخ محمد الغوتي اللي هو السيناتير السابق مدير أو رئيس إدارة فريق مولودية وهران طيب محياوي طيب محياوي هل ننشر الصورة تاعي وأنت عشي أنا وأنت مجموعة من الأخوة لا تكرهمش في إحدى المدن الفرنسية سنة 2022 لما جيت أنا هنا وطلقت اللوجوء سياسي تلاقيت بي يا محياوي وأنا مصورك ومسجلك صوتاً وصورة تزيد ترسلي الكلاب تاوعك يعيروني في التيك توك ويقول لي بريم محياوي ما عندوش إقامة فرنسية ما عندوش سيافة إسبانية ونحطها لك وبولي في الطريق نزلج بخلص كنت محياوي تفاني بفوايو نعطيكم الحقيقة والتاريخ الأسود لمحياوي لولا سيناتير ناعم ولا هو يشرع القوانين في الجزائر بوتفليقة وكان هو حاكم مولودية وهران كان يخون الجلدة وكان يسوق بالقطع الطرق في فرنسا في أفينيو وفي مارسيليا وفي باريس في التمانينيات كان هذا كان هوايو أم سيناتير وهو عنده صورة مع تبون ومع سلال ومع طيب بلعيز وزير العدل السابق لا رحمه الله اللي كان يحمي فيه مع الهامل ومع مجموعة من المجرمين ثم في التمانينات كان حاب يدير سيبرمارشي في فرنسا هذا طيب محياوي واستولى على مليون فرنسي قبل أن يكون هناك أورو وكيفارونتا حضروك بـ 160.000 أورو وهرب وهو إلى وهران وخدع الفرنسيين المدعو له قرض وتقرب من شقيق الشادلي بنجليد المدعو الغوتي ثم أصبح يستورد الكتان والبيسا ثم بفضل دعمه من قبل الجنرال الهامل أصبح الممثل الحصري لعمل علامة سيارة بيجو في ولاية وهران وأنا كنت شخصيا رو عنده هذا المقرط الجيعان الذي يأتي على شاب 450 أورو في فرنسا فهو يأكل فروحه و يدبز نعطيهم تفاصيل و نعطيهم محياوي يا الجيعان يجب أن تأكل موريستونو يجب أن يأكل يجب أن يأكل يجب أن يأكل 450 أورو و يجب أن يأكل أنا قلت لك قلت لك شيطني لكي يحكمني بطاكسي 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 لكي يأكل و تاريخكم و تاريخكم الآن رسالة إلى الإمام الشيخة بحرية كان الشيخة مولينيكس هذا هو تيكتوكر المغربي المقيم في فرنسا الذي لهه مشهور و خارج هطايطاي و كان الشيخة بحرية اللي لابسته بالإمام البركي أمير عبدالقادر والبرلماني عن قابل قائمة السربيل اللي لابها الشيخه هو تيما كونبري اللي راه استولى على ملك وقفي سكن في شاطئ بوسفر فيلاج و راه عارضه باش يبيعه باش يبيعه و زو الله ملف القائدي فخوتي أي واحد سيناري أمبربلام أكتواليزي بربون الله لائفتا تيكتوك نوز أمبر نوز أمبر نمبر نعم ماليش السيناريوني نحلو ألف كمت أنا غاق يعدين ونجد لكم النشرة في الدشرة دعوه بشي لنكمل معكم اللايف إذا لم نكمل معكم اللايف نكمل معكم اللايف في اليوتيوب خوتي لما تبعوه في تيك توك هل اللايف رجع ولا لا لأنه أولاد القعف والحاء والباء والمتاء اصداد القعف والحاء 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 كانت تخصى بالحاء والحاء دعونا القعف والحاء لا 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 أعلم هذه الدوبة تأتي على المسلم لا لا 40 ألف ربعين ألف جب مشاهدة أعطوني أمام وخوتي في اليوتيوب قاموا معنا عبد وصمار نكمل ولأ لكملة اللايف نعود نطلق اللايف الآخر في تيك توك قاموا معنا أخوتي لا تذهبوا نعود نطلق اللايف نكملوا الرسالة لماذا نطلق حر حر يا دلاليو يا دلاليو اضعوا في واحدة فري صامت نكمل معاكم مخوتي لايف عبد وصمار لا نهضر عليه اليوم لأنه مضبئة للناس على تيك توك فاني يتبعوني لأنه تيك توك فيه الكثير من المتابعين قاعدا نجادي عليها ونختم اللايف على اليوتيوب سنقول لك زواوي يحيوش سأعلم عليك بما يتحرك وقريبا دلالك خصص لك حلقة توشيخة بحرية والناس اللاهم بيشروا السكن بوسفر فيلاج تعال إمام البحري حذاري ثم حذاري أنكم تشروا عليه صهر ممتعة للجميع مخابرات إرهابية سقوة المافية العسكرية دولة مدنية مشاء عسكرية ألقاكم بمشاء الله بعد غد إلى اللقاء